في موضوع آخر انطلقت يوم أمس فعاليات التمرين الوطني للأمن السيبراني تحت عنوان البرمجيات الخبيثة والإنترنت المظلم التهديد المستمر رح تستمر إلى يوم غد بإذن الله تعالى رح نتواصل مباشرة الآن مع الأستاذ هيتم بن إهلال الحجري تنفيذ أمن سيبراني بالمركز الوطني للسلامة المعلوماتية مساء الله بالخير مساء النور والسرور يا مرحبا وسهلا فيك أستاذ هيتم وسعيد بسمع صوتك وأنا أسعد بمشاركتي معكم الله يسلمك اشتقنا لك طبعا نحن كذا حلقة قضيناها مع بعض في أشهر سابقة ولكن هذا التواصل مستمر أكيد مع جهودكم في المركز الوطني للسلامة المعلوماتية إن شاء الله دائما رح يكون بيننا أوجه تعاون كثيرا وخاصة بما يخدم المجتمع وصلطنة أمان بإذن الله تعالى نتعرف من خلالك هيتم على أهمية هذا التمرين وعلى ماذا يركز طبعا هذه التمرين الوطني النسخة الخامسة وتأتي ضمن فعاليات المركز الوطني للسلامة المعلومات وخاصة في مجال الاستجابة لحوادث أمن المعلومات ونستهدف هذه المرحلة كنا نتحدث عن التمرين وكنت أتكلم أن نحن هذه المرة نستهدف الدراء الحكومية والبنى ذات العلاقة التحدية والمؤسسات الطابع الخاص خاصة نحن نتكلم عن مؤسسات النفط والغاز وقطاع البنوك وقطاع الماء والكهرباء وهي بناء ذات طابعة خاصة ومهمة جدا نعم أكيد وطبعا استخدام التكنولوجيا اليوم وارد في كل هذه القطاعات وبالتالي قطاعات الحيوية نعم لذلك هذا التمرين في نسخته ركز على الانترنت المظلم وهو طبعا مثل ما معروف عليكم الانترنت المظلم هو المكان ينتمر في المخترقين والهاكرز يتبادل فيه المعلومات وأيضا تنطلق منه الجرائم الإلكترونية نعم فبالتالي التركيز على الانترنت المظلم والبرمجيات الخريطة اللي هي عامل جدا كبير في عمليات الاختراقات الأمنية اللي تصير على مستوى العالم ككل نعم وهذا التمرين طبعا اليوم نحن اليوم الثاني يستهدف ثلاثة سيناريوهات على يحاكي ثلاثة أنواع من الاختراقات الأمنية العالمية والأشهر في الساحة الهدف منه تقييم الجاهزية لدى المؤسسات الحكومية والأخراج وأيضا يعطي مؤشر مدى قابليتهم للتعامل مع هذه الجرائم الإلكترونية أو الاختراقات الإلكترونية وكيفية الاستجابة الصحيحة والفعالة لما يقع الخطأ طبعا نحن ما نتكلم اليوم عن فقط أن نتفاعل مع الحدث لا نحن نعمل أستباقية أيضا كيف نحصن نفسنا وجهات هذه الحكومية تتعلم اليوم كيف تحصن نفسها ضد هذه الاختراقات المستقبل نعم عندكم أرقام معينة هيثم توضح سواء عدد المحاولات لهجمات إلكترونية على مواقع عمانية حتى المستمع يتعرف طبعا على أهمية وجود مثل هذا التمارين لضمان الاستعداد التام نعم نعم هناك أكثر من 71 ألف هجمة إلكترونية تم توريجها فقط في نطاق الفضاء الصدراني العماني وتم اكتشاف أكثر من 203 ضرمجيات خديثة تم استهداف بها السلطنة أيضا نعم وتعامل المركز مع 2300 حالة نعم طبعا من الحالات التي تم فيها عمليات محاولات الاختراق والآخر نعم هذا التمارين ما هي الجهات المشاركة فيه؟ طبعا مثلما تفضلت أن الاستهداف في هذه القطاعات الحيوية مثل النفط والغاز والبنوك والمطارات هذا لكلهم مشاركين في التمارين نعم نعم بالإضافة إلى الدوائر الحكومية والمؤسسات بات طابع الخاص نعم ممتاز أتوقع التمرين راح يستمر إلى يوم الغد نعم طبعا نحن عندنا ست سيناريوهات في هذه النسخة الخامسة وهذه يعتبر النسخة الأكبر في هذا المجال حيث أننا غطينا ست سيناريوهات محاكاة لبعض الاختراقات الأمنية اللي هي الأكثر انتشارا في الساحة والهدف أيضا أن الواحد يكون متعامل مع هذه الحالات ويكون متوافق وقادر على الاستجابة لها لما تحصل نعم مع نهاية التمرين ما هي الأهداف اللي تسعى لتحقيقها ما هي الجوانب اللي تقولوا والله نحن فعلا بعد التمرين نحس بطمئنان أكثر فيما يخص طبعا حماية مواقعنا وفضانا السبراني طبعا يهتم المركز سلامة المعلوماتية أنه يعزز الثقة في استخدام الأكهزة الإلكترونية ولكن أيضا ينظر إلى الجانب التقني الجانب المضلم في هذه التكنولوجيا وأيضا كيفية التعامل معها وطبعا نحن نهدف إلى اكتشاف التغارات أو النواقص لدى هذه المؤسسات وهذا التمرين يبين لهم أوجه الاختلاف وأيضا يبين لهم أوصر النقص اللي عندهم فبالتالي لما يخرجوا من هذا التمرين يعرفوا نحن أوكي هذه النقاط الطعام اللي عندنا نحن لازم نركز على هذه النقطة نحن نتكلم مشاركة أكثر من 72 مؤسسة معنا في هذا التمرين وطبعا هذه المؤسسات رح ترجع ورح يكون في تقارير تم إرسالها لهم أيضا عن أوجه النقص اللي عندهم وكيف يمكن يتعامل معها ويحسنوا من أداهم ونحن نتمنى أيضا في النسخة السادسة أن نرى تطور أكثر استجابة أسرع وأيضا يبين لهم أن التكنولوجيا جائما متغيرة ومتطورة فبالتالي لازم أيضا هم يحسنوا من أمكانياتهم نعم ونحن نتمنى لكم أكيد التوفيق في النسخة السادسة من فعاليات التمرين الوطني للأمن السبراني واللي كان هذا العام بعنوان البرمجيات الخبيثة والإنترنت المظلم التهديد المستمر الأستاذ هيثم بن هلال الحجري تنفيذ أمن سبراني بالمركز الوطني للسلامة المعلوماتية شكرا جزيلا لك حياة الله يعطيك العافية